بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله جلستنا الأخيرة إن شاء الله وتعالى كما ذكرنا قد يأتي فتخاذ ربانية ما نفكر فيها فيكون إن شاء الله سبب الجلسة أخرى معكم إن شاء الله لكن إن شاء الله نحاول نختم الآن في المرحلة الأخيرة وجدنا أني بدأنا في إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي من عند الله سبحانه وتعالى أصلا ولو آمن بين القرآن من عند الله لعله يكون سهلا أن نثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي من عند الله وذكرنا الاحتمالات الثلاثة لو تذكر في آخر حلقة كانت إما إنسان يقول أنه نبي أي إنسان لازم يكون إما يكون كاذب أو يكون متواهم أو يكون صادق ورددنا على موضوع الكذب أنه مستحيل وهنا أعرف أصلا وممكن تضيف هذا كان يعرف قبل الإسلام الصادق الأمين وقصة هرقا مع أبي سوفيانا حديث السابع في صحيح البخاري هذا فيها دروس دعوية عظيمة جدا فيها ممكن كذلك تذكر كشاهد لو حسب الجلسة والوقت المتاع عنده طيب الآن سناتي إلى الاحتمال الثاني معه الذي يكون إنسان متواهم الآن من هو المتواهم أول شيء؟ هذا معلومة مهمة عادة أن تجل المجنون أو المتواهم يكون عنده صعوبة في التمييز ما بينه حقيقي وواقعي وما بين الوهم والخيال جميل؟ كذلك يكون على استعدال الاستغلال أي حجة تدعم زاعمه وكذلك يكون عدم التوازن في قراراته وفي مواقفه يكون في التعارض وفي التناقض مرة كذا مرة كذا مرة ما شاهد في الوسط مرة فار رايت مرة فار لفت يعني أقصى اليمين أقصى الشمال هذا يكون المتواهم هذا كلها لا تطبق على حياة الناس ويا جون طبعا جانوا معناها الآن لو سمعت قهوة ثانية لصاحب جون جون لا اشعب الان سأدلو لكم متان من حياتنا جميع جدا يا جون يثبت أنه مستهل يكون متواهم ما هو بعد وفاة ابنه إبرا موقف صعب يا جون يعني ابنه الصغير مات سبحان الله ان يحمي أولادني يا رب العالم مات ابنه إبراهيم انخصفت الشمس نفسه لوقت صدفة يعني اسم الله يعني حصل في نفس الوقت هذا فبعض الناس ظنوا خلاص هذا لوفاة ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يعني ممكن فعلا انسان يظن كذا انسان متواهم وهذا على السهل من ذهب سان من ذهب والماس واللؤلؤ والآن يا أخي هذه فرصة ما في أسه منه هذا خلاص يسترع انسان خلاص يعني هذا ثبت ألا ما أقول لكم يخلج الناس ألا ما أقول لكم انظر يا حصن ما مات ابني لكن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم خرج للناس فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخصفاني لموت أحد ولا لحياته فماذا تفعل إذا رأيت هذا قال فإذا رأيتم ذلك فادع الله وكبروا وصلوا وتصدقوا واتفقوا عليه هذا مو بشرة ما تقوله متفق عليه يا جون ها شو متفق عليه شو بقاري شو متفق عليه هذا لا لا فانت الآن يعني بكل سخلاص إذن بقي الاحتمال الثالث يا جون أنه فعلا أنه كان صادق عليه الصلاة والسلام خلي جون نجس معك قليلا ننظر في الشاشة هذا مثال أمثلة وإن الكتاب رائع موجود من أقوال عليه الصلاة والسلام في أي ربيل إنجليزية إن شاء الله نعلم شاء الله نترجم قريبا للعربية كذلك ممكن تدخل في البيئة تدخل في حسن الخلق رفق الحوان هذا بعض الغربين أهم من رفق بالإنسان يموت الناس بالملايين لا يسعنون يموت كلب من الخلاف يقوم الدنيا بلا حقا نشوف عندنا مدخل جميل جدا في هذا الإسلام هذا كلهم الأمثلة ممكن ناتبها ممكن ناتب النبوءات خلاته عيش يا جون هنا جيت الدول العربية انظر العمار الطويل هذه يتطاولون في البنيان انظر وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء هناك نبوءات كثيرة حققت حصلت ما يمكن يا جون شوف هذا ترى هذا براس وقوي جدا هذا الإثبات جون تصور ماي هو يصف العرب رفات عرات مساقين فقراء رات شهاد انت كيف هم الآن بحذي حالة يتطاولون في البنيان كيف كيف يعني كيف انسان يتجرأ على على ان يقول بهذا الكلام وهو في هذه حالة إلا يكون فعلا وحيه من عند الله سبحانه وتعالى لو كان يريد انسان يعمل عشقه طورة هذا لو ما تتحقق نبوات هذه اني الدعوة كله فشلت انت كيف حتى ممكن ترجع مثلا هذا في القرآن كذلك هذا قوي في سورة روم كذلك روم انه سيحصل كذلك في بضع سنين هذا قوي جدا بناسبة فاني حقك كما ذكر الله سبحانه وتعالى فكيف يكون كذلك انه يقول هذا الكلام كان يقول الفرس الروم يتطوم في البنيان كيف كان يقول الصين هكذا هاته متقدم اكثر ممكن هم يتطوم في البنيان لكن العرب العالم الحفاة الرعاء يعني هم لا يتطوم في البنيان مستحيل ما كان يقول او كان يقول الناس يا ابن العمائرة الطويلة فينا فيها فيها اجر عظيم هاته فلن نبوات تتحقق لم يقول من هذا الكلام وفلن تتحقق هذا كان مثال واحد وامثله كثيرا ان شاء الله ان شاء الله يكون لنا جلسة أخرى بس في النبوات ان شاء الله ان يكون عندك نقول لك يكون عندك عندك اسئلة زيادة ممكن تحتاجها في مرحلة من رائع على هاته نحن اقتصار اسهلة طرق ان شاء الله فهذا النموذج فهذا ذلك يا اخوي واخوتي يجب الان لا تعمل الخطأ اللي عمل الناس نريد الان البيع انت عرضت بضاعتك سيارة تريد تبيع سيارة وموصفات كذا وكذا وجلست معه فترة تبين له بتفصيل على هاته خلاص نريد تبيع السيارة الآن خلالي نقسب المال مع بعض فانت كيف فماذا ستفعل لو انسان ما شاء الله يعني كان موافق معك تقول مين في مين جمب الملاسة انت مسلم كيف انا مسلم عمله التنخيص قلنا كذا وانت قلت معي في وجود الله سبحانه وتعالى انه هو فعلا ومجود وانا أقول انه واحد انت وافقت والقرآن من الله وفقت والنبي انت وافقت لا بس هذا انا اقول انا عشان انا من جنسي لك الحال والله اعطى بك هاليوم هنا حتى انت تكلم مع بعض وانت موافق معي في هذا انت مسلم هون تحاون تدعبوا احنا يحتاج بوش دفع تشجيع مو يعني تحاون تجبروا لا تشجيع الناس يحتاجوا وانا يكمل المسلمين الجدد يقول لهم نشكركم فعلا يعني البوش اللي هو تشجيعي هذا الدفع للتشجيع يعني ساعدت نبيه والله الحمد لله حتى يذكروا بعض الدورة كنا في الكويت يعني البدع عمد الدورة فبعدين نروح نسلين العاصر مع هذا المشيخ فشيخ الان اولا يندي موعد سابق ولا جلسنا معكم فهذا اللي حضروا الدورة عملوا بوش 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 وقف عشيق كذا ومشروع كذا والدعوة ضغير المسلمين وكذا فالنهاية اقتنعي يجلس معنا فانت كيف انا كذلك انا حاول ابيع انا كذا فالحادة تعلمني من الشيخ من كارتي امس موضوع البوش فاطبقنا حتى في هذا اهتش تشجيع فانت كيف وكانا فيها جلسة جيدة كانت معه فيكون اني تحاول معه خاصة لما كان ممكن الان عثنان تلخيص تزيل بعد كذا يا جون انت كنت متردل في وجود الله في بداية وكنت متردل في وحدانية لكن وفقت من القران ما في كلام منطق الا يكون عن الله والنبي صلى ما في شيء منطق الا يكون كذا فانت خلاص بالواقع انت مسلم حاول حاول الخط اللي عمل الناس فضل خذك 20 مجلد من كنتم يمشي اقرى زيادة للإسلام لا لو هو جائز بسم الله هذا اخو مرة يقول هذا منتشر كثير كثير عند المراكز اسلامية اللي غير المختصين ولا يعرف كيف يده غير المسلم عندهم نية طيبة لكن ما يعرف كيف يدعو وهذا اكثر المسلمين لسه لكن شمال لان انتم حضرتم لان عندكم نساسيات قوية ان شاء الله انتم مختلفين ستكون متاثرين واثرين في الناس ان شاء الله بدنا ستكون مؤثرين في الناس فهذا الدعات المشهورين قلنا في امريكا داخل المسجد قلنا اعطي واحد كذا ما ستكون 20 كتاب عن الإسلام كيف حالك اسمك كذا اسمي غيري اسمي كذا اتكلمه تعرف عليه باختصار قال انت جيت للمسجد قلنا وانا اقرأ للإسلام من فترة اقرأ تعال اقرأ زيادة شوفت كيف المشكلة طيب ايش عجبه في الإسلام يقول عجبني جدا للإسلام جدا دين منطقي دين كذا طيب ايش لاندك مشكلة في الإسلام قل ما عندي مشكلة في الإسلام طيب وجد انه جاهس في الإسلام خذ الكتاب ما تحتاج الكتاب ووقف امام مناس اشهدوا الى انه انه هو هذا فاهم كيف هذا الإسلام جاهز جاهز فانت سب بخبرتك تطبيقك وستعرف ان ما سيكون جاهز حصل لي قبل كم يوم قبل جمعتين واحد هندي كان تؤثر جدا يعني كان اصلا قرأ وجلست مع 40 دقيقين مقتنع 100 في 100 حاولت حاولت يا أخي انت الله جابك اليوم هنا هو النصراني هو الله جابك هنا الى انت صليت معي الجمعة وانت كذا وانت كذا وانت موافق معي وكل شيء انا اخذ تلخيص معه كذلك وهو شيء اسمه مقتنع لكن حتى كل ما عنده من الحجة بيّنت له ما استوى حتى المشكلة حتى الشعرات اللي كان في قوم صانع الناس حولنا كان يقول ادخل في الاسلام لأن بعضهم يقول يا كنا منتظر الساين منتظر العلامة يا كنت الله جابك له هذا الساين هذا العلامة تنتظره هذا الوقت المناسب أنت هنا لسبب لحكمة وتعرفت ووفقت على هذه الحكمة تحاول تشجح هذا ما اقتنع لكن ما تكون بكوشي اوفر ما تكون اوفر عندك أنا أذكر مرة حتى شبابنا في معرض أخت ما امرأ أيرلندية هي تمشي معا خطوة موافقة موافقة الله أتمر شهادة هي ما قالت لأنت ندخل في الاسلام وجاب ما مناش حتى التصبي وانتقى الشيخ مكهرفي ما جاب راقم يومين قال أنا أنا ما كنت مقتنع أنا صح لكن ما مستعدا ما كنت مقتنع هل أنا مسلم فعلا ما أريد ندخل هذا آخر قليل قلت لا ما قلت فعلا أنت مقتنع ما مسلمة خذ آلان خذ راحتك أحرجها فأضطرت وما مقتنع هي بالمبدأ فعمل تلخيص حل أنت فعلا ما طيب حاول أعلان تدخل في الاسلام ودخل في الاسلام ممكن هنا كذلك من الفوعد ربما تذكر موضوع تذكر مبادئ أفول أركان الإسلام تذكر مثل أركان الإيمان ممكن يكون مناسب وبما مثلا موضوع الموت هناك قصة أظن ذكرتها في قناة اليوتيوب عندي لحد أسحابي قبل الإسلام تأثر بالإسلام لكن كان يحب النساء ما بنترك النساء فأنا دخلت ما في موضوع الموت فتأثر فيظم موضوع الموت فأنت ما تعرف متى ستموت فإذا ما الله جاء بيكون اليوم هنا يلا هذا الوقت يلا ما تبادر نشجعهم كذا من موضوع الموت قد ينفع أركان الإسلام باقتصار أركان الإيمان باقتصار شديد هذا هو الإسلام حتى إن شاء الله يكون يعني عالي يقين لو يدقل إن شاء الله بالإسلام بعد هذا هذا الأرض إن شاء الله تعالى هنا لو دخل في الإسلام حقيقة العمل الحقيقي يبدأ والعمل الصعب يبدأ الدعوة سهلة هذا لأن موضوع من الكتب عندنا إرجاء موضوع العجاز العلمي وفي كتب أخرى اللي يسمى فيه أخطاء وفروط ما توزع لغير المسلمين ما لذلك الناس يدخون في الإسلام أنا أدخل الحوارات هيا بعد إخوانا يسلم عشرين تلتين انظروا حواراتهم وقوف والسلوب هذا ما مناسب لكن نور الرسالة والناس يدخون في الإسلام الحمد بكل سهولة دين فطرة دوني منطق منطق سليم فطرة سليمة الناس يدخون في الإسلام أما التطبيق صعب هذا العمل حقيقي انتبهوا إلى هذا الكلام الذي أمامكم المطلوب لهذا المسلم مجدان الريعاية تأخذ رقم تلفونه سيطواصل يسئلهم منطور تحط له مثلا من سيشرف عليه يتواصل بمركز الإسلامي قريب منه المختصين أنت غير مختص متقصص يعني هو يكون معهم فيكون هناك نشاط يستمر بعد هذا يعني الألف يدخون في الإسلام انظر أمامكم الشاشة الألف الآلاف يدخون في الإسلام سنويا ولكن ماذا يحصل لهم سنشوف إحصائيات بعد قليل ستظهر أمامكم الشاشة إحصائيات خطيرة ومؤلمة ماذا يحتاج هو الألف يحتاج كيف يتصل بالله بخالقه من صلاة من دعاء ومن أخي ذلك يحتاج كذلك يتصل بالقرآن حتى موشرتنا باللغة عربية في البداية بلغته أنا تأثرته جدا قصتي أنا ممكن سمعته من قبل كيف تأثير القرآن هي ثبتني الحمد لله بفضل عز وجل مواقف كثيرة وجهت الجواب في القرآن الحمد لله ثم بالنبي صلى الله عليه وسلم كقدوة بسيرة عليه الصلاة والسلام والرعاية الصالحة هذا في البداية القهوة هذه يستمر معه جلسة معه يخرج القوة البيئة الانتراكشن يكون الاختلاط مع المسلمين سيتأثرون جدا 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 إن شاء الله والفلن اللي يثبت في الإسلام هو من أكبر أسبابه كان وضوء الرعاية الاجتماعية ولا قوة در أرقم من الأرقم الذي فقدنا فأعلان فأنا نحتاج جهود كبيرة للمسلمين جدد نحتاج تغير المناهج يدخل وإنقصم الماء إلى ثلاثة أقسام كان هو يدرس معنا درس فقه يعني هذا سلما ينفع ما غير المسلمين في هذا الجانب كبير كذلك على دورة أخرى توسع فيه عندنا كلام كثير فيه ما درنا ندخل هذا الخطير هو إنسان يحزن هذا الإحصائية الأولى من عندنا في أكاديمية آيرا في بريطانيا ما يقارب أربعين إلى خمسين في مئة من المهتدين للإسلام لا يستمرون ولا يمارسوا مع جميع المسلمين يتركوا الإسلام يرتدون عن عمث الأرض هذا في ملتقى في إسطنبول فمدير من مركز آخر إسلامي في بريطانيا قال لا بالعكس عنده إحصائي أخرى هذا تحت ودراسات أخرى يقول لدينا في بريطانيا يسلم السنوية حوالي خمسة وشوين ألف خمسة ألف منهم فقط يبقى ثمانية في مئة يتركوا الإسلام لماذا ما في رياعيات عادوا موجود رياع وريعيات لموجود خطأ فلازم الإسلاح يعني في هذا ولازم بذل الجهود والأموال حتى لو تنظر الآن مثلا الآن في مشاكل ليست كسابق يعني في السابق نقال من أموال وجمعيات لم نؤسس الشيء للمسلمين جدد كما ينبغي صراحة فيه جهود جيدة الآن صراحة بدأ الناس يحاولون لكن ما زال المشارط طويل أمامنا وإن شاء الله تعالى الآن هذه أخذتم الوسائل أخذتم الأساسيات الآن تعيد هذه الدورة مرتين ثلاثة أربع خمسة مرات أهم شيء الآن تطبق لو كنت معنا في الدورة على الأرض هنا يعني عندنا مستوى أول مستوى الثاني مستوى الثاني هو طبيق طبيقي مستوى الثاني طبيقي مطبق أنت وزوجيتك أنت وبعض إخوة واحد يمثل أنه جون وثاني مثل وهذا كيف يريض عليه هذا بهذا ثم تطبق على الناس تخطي مرة الأولى مرة ثانية مثل أي شيء تلعب كورو تلعب كبيرة تخطي كثيرا مثلا هنا في لعبة الجيجيتسو يبين لك من البداية الجيجيتسو سوف يدمروك لمدة ستة أشهر لازم نفسيها تكون جاهزة والله أنا بي حاجة يحجم أنا قوية ما شاء الله تبارك الله مبارك كل أهو مبارك لكن أنا والله أنا أمشي واحد أسخر من نص حجمي يسلق من السلق على الجيجيتسو ما أستطيع في البداية بعد بعد تعلمت صار سورة عسن قليلا يعني لا ما زلت معه شيء كبير لكن الحمد لله أفضل من الأول لكن كان في صبر في بداية أخطاء 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 كل أخطاء تتعلم هكذا أي شيء في الحياة تخطي فتتعلم إن شاء الله تعالى فالمارسة اللي أبدا منها إن شاء الله تعالى حتى يكون ثمرة لكن لو تطبق أخذك علم حضرت إلى هنا وشاء كم جلسة ولا تطبق ستستفيد لكن لن تستفيد كثيرا وإن يكون فعلا الفائدة لك وللأمة إن شاء الله تعالى ولهداية الناس حينما أنت تبدأ تطبق وكذلك تجسم آخرين وكذلك تعلموا هذه الطريقة إن شاء الله تعالى حتى ينتشر ثم تزياء لأي طول أخرى إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى هذا الحمد لله وسلنا على وعدنا فهذا الجلسة إلى آخر البنابل إن شاء الله تعالى نسأل الله أن ينفع بكم وجاء لكم هداكم مهتدين والله على مصلى الله وسلم وبركنا من حمد وجزاكم موخينا لو في أي شيء تضيفون أستفيد منه ونضيف للدورة أو في أي أخطاء ممكن أخطأت فيه أنا أمامي كما ترى يعني ما هي فقط سلايدات يعني أتكلم من حظي على أخطاء فيه شيء يحصل ذكر إن شاء الله هاته نستفيد إن شاء الله وإضافة نستفيد منها واذكروا في الكومنت إن شاء الله وكلنا شاكرين لكم وجزاكم موخينا والسلام عليكم وبركاته اشتركوا في القناة